سلسلة من الدورات التكوينية أعدتها الجمعية الإقليمية لصانعات الكوسكوس بقلمين تستهدف مجموعة من النساء المنتميات لتعاونيات نسويات عاملة في مجال المنتوجات المجالية بتراب جماعة أبينو وذلك في إطار مشروع تأهيل لنساء هذه الجماعة ستستفد منه 24 امرأة خاصة بجماعة أبينو اليوم كان كذلك أول دورة داخل هذا المشروع اللي يتكون من عدة دورات تكوينية بالإضافة إلى ندوة إقليمية وكذلك يتكون المشروع من رحلات ميدانية اللي قموا بزيارة تعاونية طرائدة في هذا المجال ويرم مشروع تأهيل الرفع من قدرات نساء الجماعة وتأسيس تعاونيات ناجحة وترسيخ قيم التعاون الجماعي ورفع مسوى الوعي لدى النساء وتحسين جودة الاقتصاد الاجتماعي